مرحباً رحيم نواصل دروس صرف الموجهة لتلاميذ الثامن تعليم أساسي المحور إذن هو اشتخاق الأسماء من المزيد واليوم إذن سنتعرف على كيفية اشتخاقي اسم الفاعل واسم مفعول من المزيد ننطلق من نص لي جبران خليج جبران من كتاب العواصف يقول كاتب وحدث إذ ذاك سكون مفعم سكون إذن مفعم بحفيف أجنحة غير منظورة واتعاش أجسام أثيرية فأغمضت عيني مسغياً إلى صدى الأقوال التي سمعتها ولما فتحتهما ونظرت ثانية لم أرى غير البحر متشعاً بدثار الضباب فاقتربت من الصخرة حيث كان الأشباع الثلاثة جالسين فلم أرى إلا عموداً من البخور متصاعداً نحو السماء سطرته إذن في هذا النص مفعم منظورة مصغياً ثم متشيحاً ثم جالسين ثم متصاعداً جالسين إذن هي مفردها جالس جالس إذن من الفعل جلساً والجذر جيم اللام والسين فهو اسم فاعل إذن من الثلاثي المجرد منظور على وزن مفعول من الفعل نظراً والجذر نون الضاور إذن هذا ما تعلمناه في السنة الماضية وهو أن الفعل إن شتم الثلاثي المجرد يشتق منه اسم الفعل على وزن فاعل ويشتق منه اسم مفعول على وزن مفعول كاتب إذن كتب كاتب مكتوب نظر ناظر منظور جلس جالس مجلوس عليه لآخره هذه السنة سيكون تركيزنا على الفعل جتم الثلاثي المزيد لدينا إذن المشتق مصغياً هو على وزن مفعلاً من الفعل أصغى من الفعل أصغى والفعل أصغى هو فعل مزيد بحرف على وزن أفعال متشحاً على وزن مفتاعلاً من الفعل اتشحاً وهو فعل مزيد بحرفين متصاعداً من الفعل تصاعد إذن على وزن متفاعل وهو فعل مزيد بحرفين مستنجد استنجد إذن فعل استنجد وإذن الوزن كما نرى هو مستفعل وهو إذن كما نرى على وزن مستفعل إذن هذا بالنسبة يعني يوجهنا ويجعلنا نتعرف على إن شئتم بعض أوزين اسم الفعل اسم مفعول إذن من الفعل المزيد من الفعل المزيد دعنا أولاً إذن نتساءل عن اسم الفعل إذن هذا ما هو اسم الفعل اسم الفعل إذن كما قلنا في السنة الماضية إذن ونضيف هذه السنة اسم الفعل هو مشتق يدل على من قام بالفعل أو تعلق به فجالس جالس إذن هنا يدل على من قام بفعل الجلوس أو تعلق به مثلاً هذا الحدث وهذا الفعل كيف يساغ إذن يساغ من المزيد على وزن مضارعة بإبدال حرف المضارعة ميماً مضمومة وكسر ما قبل الآخر فنقول مثلاً يقاوم ماذا نفعل يقاوم نبدل ونغير إذن حرف المضارعة وهو بميماً مضمومة فنقول يقاوم مقاوم اسم المفعول إذن هو مشتق يدل على من وقع عليه الفعل فمجلوس عليه إذن الكرسي مجلوس عليه يعني قام عليه الفعل ويشتق إذن أو يساغ من المزيد على وزن المضارعة بإبدال حرف المضارعة ميماً مضمومة وفتح ما قبل الآخر فهنا في البداية قلنا يقاوم مقاوم والآن نقول يقاوم مقاوم هذا هو الفرق إذن بين انشيتم الأمرين نمر الآن لتبين أوزان الفعل انشيتم أوزان اسم الفعل واسم مفعول منه الثلاثي المزيد أوزان اسم الفعل اسم مفعول منه الثلاثي المزيد إذن لدينا المزيد بحرف والمزيد بحرفين والمزيد بثلاثة أحرف فأفعل فعل فعل مزيد بحرف واحد إن فعل فتعل تفعل تفعل وفعل بحرفين وثلاثة حرف فتفعل وفعل وفعل إذن سأقرأ إذن الوزن والمثال ووزن اسم الفعل والمثال ووزن اسم فعول والمثال أفعل أقبل مفعل مقبل ومفعل مقبل عليه فعل قدما مفعل مقدم ومفعل ومقدم عليه فعل قابل مفاعل مقابل مفاعل مقابل إن فعل إن فتح منفعل منفتح منفعل ومنفتح عليه افتعل افتتح مفتعل مفتتح مفتعل مفتتح تفعل تفتح متفعل متفتح عليه تفاعل تقابل متفاعل متقابل متفاعل متقابل افعل احتل مفعل محتل ومفعل محتل نقول إذن ماذا أن الإسرائيل أو العدو الصهيوني محتل لفلسطين ونقول أرض فلسطين محتلة فإذن لا يتغير الأمر بالنسبة لإسم الفاعل وإسم المفعول استفعل استنجد مستفعل مستنجد ومستفعل مستنجد به افعو على اخذوذر مفعوعل مخذوذر مفعوعل ومخذوذر وإفعال إحمار مفعال محمار ومحمار نفس الشيء كذلك لا تتغير ننظر الآن إلى أوزان اسم الفاعل واسم المفعول من الرباع المزيد إذن رباع المزيد لدينا إذن مزيد بحرف ومزيد إذن بحرفين مزيد إذن بحرف تفعل لا نقول إذن تدحرج متفعلل متدحرج ومتفعلل متدحرج عليه نقول اللاعب متدحرج أو الطفل متدحرج والعشب متدحرج عليه إفعلا لا إطمأن مفعلل مطمئن ومفعلل مطمئن أقول الأب مطمئن ونقول الإبن مطمئن عليه في المدرسة أو هذا ما يجب أن يكون نمر الآن للتطبيقات نمر إلى التطبيقات صغ اسم الفاعل واسم المفعول من الأفعال المزيدة التالية لدينا الشرف إذن مشرف ومشرف انقطع منقطع ومنقطع اكتفى مكتف وأصلها مكتفي طبعا مكتف ومكتفى به ادعى مدع مدع إذن مدع ومدع عليه مدع ومدع إذن ادع مدع ومدع عليه إذن هنا نجب أن نحدد وإذن نقول إذن ادع فهو مدع مدع ومدع عليه استعل إذن مستعل ومستعل عليه نواصل إذن إذن إدعى إذن كما ترون إذن مدعى ومدعى عليه استعلى مستعل ومستعل عليه إختار مختار هو مختار إذن هو يختار عندما يختار نقول إنه مختار أنت مختار لطريقك ونتحدث عن هذا الشخص نقول إنك مختار من قبل قومك مثلا افتتح إذن مفتتح ومفتتح نواصل دائما مع التطبيقات والتطبيق الثاني اشتقى إذن من الفعل المسطر اين هو؟ اشتقى من الفعل المسطر في الجملة التالي يسمى الفعل ثم وظفه لإتمامي ثم وظفه لإتمامي الجملة حسب المطلوب منك مع الشكل الجملة إذن هي أشفق الكاتب من أن يسلكه صديقه في سلك الثقلات رأيت الكاتبة مشفقاً رأيت الكاتبة مشفقةً رأيت الكاتبتين مشفقتين رأيت الكتابة مشفقين رأيت الكاتبات مشفقات إذن هنا من خلال هذا التمرين نستطيع أن نتبين بأن اسم الفعل إذن هنا يتصرف حسب الجنس حسب التأنيث والتذكير إذن وحسب بطبيعة الحال العدد وهو الإفراد والتثنية والجمع فهنا أنظروا جيداً رأيت الكاتبة مشفقاً لكن عندما تصبح كاتبة مؤانث إذن نقول مشفقةً رأيت الكاتبة مشفقةً لكن بالنسبة أو رأيت الكاتبة مشفقةً بالنسبة للكاتبتين نقول مشفقتين والكتاب جمع هنا أصبحوا مشفقين فإذن اسم الفعل إذن يتصرف حسب العدد وحسب التأنيث وتذكير وما إلى ذلك السؤال الموالي إذن اشتق من الفعل المسطر في الجملة التالية اسم المفعول ثم وظفه لإتمام الجمل حسب ما يطلب إليك مع الشكل الجملة إذن أرشد الصديق أرشد الصديق الزائر إلى قراءة الرسالة نقول الزائر مرشد الزائرة مرشدة انظر إذن التأة التي انضافت هنا وأظن الزائرة مرشدا أظن الزائرة مرشدا الزائران مرشدان إذن هنا ضم أو هنا رفع أو هنا رفع الزائرتان مرشدتان وأظن أظن إذن هنا سيصبح طبعا مفتوحة منصوبة أظن الزائرتين مرشدتين زائرون مرشدون زائرات مرشدات وأظن زائرات مرشدات مرشدات إذن بقي إذن هذا القاعدة الأخيرة إذن وهي التي تعلقت بالتمرين الأخير وهو يصرف كل من اسم الفاعل واسم المفعول حسب مقولتي الجنس والعدد ويقعان في المحلات الأعربية المختلفة يكون إذن مفعول به يكون فاعل يكون مبتدى يكون خبر إذن يكون في أي محل من المحلات يميز بين اسم الفاعل واسم مفعول عند اتفاقهما في الوزن بالعودة إلى سياق الكلام فعندما تحدثنا عن احتلة نقول مثلا العدو محتل لمثلا فلسطين مثلا ونقول فلسطين محتلة فإذن نعرف نعرف إذن الآن أن في قولنا فلسطين محتلة هنا الأمر يتعلق بالاسم مفعول لكن عندما نقول العدو محتل لبلادنا أو لوطننا أو لجزء من وطننا فهذا إذن يعني اسم اسم فاعل هذا بالنسبة لدرس اليوم إذن أتمنى أنكم قد فهمتم إذن هذا درس ونلتقي في دروس لاحقة إن شاء الله أهل 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 شكرا